اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بسميته بمعيات وزارة داخلية باقي الوقت ما مشيه هذاك وانت مني ان شاء الله ان تتجيع هذا الوباء يمشي هذا الوباء كورونا وربما يكون هناك امل في عودة الجماعير الى المركبة الريادية وعودة الدفع معها اما في ظل الوقت تخاف تكون نتائج عكسية حيث باقي ما كانش هناك صورة واضحة باقي الحالات اللي كان سمعوها الوفاية قليلة ولكن باقي الحالات ديال الكورونا المتحورة طبيع الحالي انه ولا عرس بلاجو انا ديما كنقول عرس بلاجو قراما كينوالو انه القيمة الموضافة اللي كعطيها الجمهور بالرغم منها هذيك الايحاءات اللي كتكون مرافقة الاجواء ديال الكورا هذا الدور ديال الجمهور ميمكنش واحد ينكره كالي يسميها رقم واحد كالي يسميها رقم تناش بدون جمهور حالا ميمكنش ناملوك في واحد فرجة ممتعة زائد نعيكاسات سلبية على المداخل ديال الفرق بطبيع الحال ميمكنش هذي الفرق تحمل اكتر من اللازم ففضيل غياب الجمهور لان الجمهور يقوم بواحد دور اولا على المستوى ينعاش الخازينة ديال الفرق ثانيا تحفيز اللاعبين وحتوم على العطاء اكتر وهذا حكم قيمة أو حكم مسبق فالتأسيس ديالجمعية روجيفير كان في 2011 السياق اللي جد فيه تأسيس ديالجمعية هو أن كان شغب اتفاقم كتير وربقي نتحاليا وهالجمعية تأسيس من طرف واحد مجموعة من الغيورين والمكتبرة فيه راجاوي ويدادي الرئيس الحرص نعاني ويدادي والنائب دياله رجاوي الكاتب العم عبدوربي ويدادي النائب دياله رجاوي معنا حاولنا ندر واحد توافق الأحمر نتمنى تكون استضافة لشي عضو آخر بلون أخضر أو نجيو ندره هنا أحمر و هنا أخضر نحن الهدف دينارياضي بالأساس والتأسيس كان في 2011 في يوليوز 2011 والتأسيس عرف حضور حضور إعلامي من مختلف المنابر الإعلامية وبكل صدق الجميع حبد الفكرة وحكم أن المكتب فيه يزاوج بين الويداديين والرجاوي وحنا ما نجيك للتأسيب التعصب لما هو هدويدادي ولا هدارجا وحنا ندنا هدف نبيل الهدف ديناو واضحة في القانون الأساسي نبدأ كل المظاهر دي العنف سواء عنف الفضي أو عنف جسدي أو عنف كذا أو هنا الكلمة النبي مخصرش تكون في نعب الرياضية نحاول نحسو عبر الموقع اللي عندنا هذيك وعبر الاتصال أنا ردي نتكلم معك من بعد على اسمتو الأنشطة لدارة الجمعية روجيفير أرغم قبل من كورونا لأنه قبل من كورونا من إبداة كورونا سوف يتم تعليق الأنشطة ربما ده بعد بده في إيطار تحديد اسمتو العدد اللي خصي يكون حاضر حد حققنا مجموعة من الإنجازات في ظرف وجيز لأنه كانت بداية دي التأسيس الجمعية وضعنا واحد تسطرنا واحد برنامج قسمناه ما بين زيارة المؤسسات تعليمية بحكم أن الشغب يجي من الفئات العمورية تلمديل ترانكومان تلمديل برميراني تلمديل الباك وربما حتم تدعو ولكن أغلبية الفئة اللي هي كتدير الشغب في الملعب هي الفئة اللي كتكون فتانة والتأهيلي وبطبيعة حرة لحين كنتلقى الجماعير تأدي لابتداء الدرس وضعنا المحاور دينا ما بين زيارة المؤسسات التعليمية وفعلا أنا عند كان غميتا لكن نظرنا تانوية جمال دي المهياوي تابعة لمدرية الإقليمية في دمر السلطان كان عبدو ربي لقيت واحد ورقة على الشغب والتجلية دي وكيفية المواجهة وما كيفية القضاء ما كيفية تخفيف منه فقط لدينا وظاهرة مزمينة بحل شي مراد مزمين موشين بالروح الرياضية وكذا وكذا وكان حضر معنا الرئيس كان حضر معنا حاكم باحو وكان حضر معنا إعلامي لفدو زم طلال كل واحد خده زاوية الشغب من زاوية كذا من زاوية تحكيم لأنه الشغب رمله مش غير غير هذو الشبب الشغب دخل فيه منظومة رغمه سير إله زد الحاكم وهي جماعي راك يمشوا معه الحاكم إله ما كانش في مستوى راكي هي جمهور الرئيس إلى درش حركة في المنسا تاوكي هيج الجمهور اسميته الإعلام بلنا قبوله في الأوف إعلام متان قبل من دربية موقعات كذا كذا وحنا ما شيف معركة ود المخازين هذيك موقابلة رياضية كتتحسن في ساعة ونسو كتبقى العلاقات غادة علاقات مزيانة كذا 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 وفعلا الاستنتاج اللي استنتجنا من خلال هذيك زيارة الكندرنالتانوية الجمل الدين كنموذج بطبيعة الحال استنتجنا أن الأغلبي ديل تدخلات كتبقى تدبي أن الأجواء ديل دخول وخروج جماهير أجواء لا تليقوا بنا كمحبي الفريقين قبل ما تدخل كتتلقى ممارسات اللي هي موشين تدخل معاول ذيكو كتسمع كلام نقبيح من طرف بعض رجال الأمن أو بعض محبين كذا كذا معنا أن هذا شيء كي يكون إسقاط داخل المدرج معناك يدخل الإنسان مهيج أو ربما القمع اللي كيتمارس خلال المؤسسة أو في المجتمع المدني مثلا في المجتمع الخارجي راكي يجي كي يسقطوا داخل المدرج إلى جانب هذه الزيارة كنا درنا واحد مجموعة ديالتكريمات في حق لعبين ومسيرين وحتى رجل الأمن لأن الأمن تهما داخلين في المنظمة قبل ما تدر ما تكون المقابلة رخ سكت تستاشر مع الأمن وطلب اللي في كتيف اللي غيكون وكذا 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 درنا تكريم لبعض اللعبين محل صابر نجم الشباب درنا تكريم الفاضل ديال الويداد درنا تكريم الحاج نجمي ودرنا تكريم حتى المسيرين منهم بوب كرج دايم أحد الرواد والقيدومين في تسير ديال فريق الويداد البيضاوي ودرنا تكريم الرجال الأمن بقطع العقل درنا الوالي ودرنا وكان حاضر معناية بوب كرج دايم ودرنا السيد المكلب الشرطة القضائية بنا نتقرب لمنظومة ككل ما نقتصرش خير على طرف دون آخر لأن هذه منظومة رياضية فيها مسير فيها حكام فيها لاعب فيها جمهور فيها أسرة فيها المدراسة حيث الشغب ما جي ممكناش نحصل وغف واحدة الشغب واحد مجموعة ديالعناصر هيلي كتعطينا هاد الشغب هادا بقول صدق أنا جيك من الأخير لإنه هاد ديربي هادا راكي أطرح تعلعبين را اللعب قبل ديربي كيتعرض لواحد ضغط من طرف الأسرة من طرف الحي اللي كين فيه كذا كذا وهالضغط كيعيشوا حتى من بعد انتهاء المقابلة كيللعبين ما كيبقاش يخرج إلى خسر الفرقات كيتلقى وابن من الشتم والقدف كذا كذا فإحنا كجمية بصراحة كان يكون ديربي هو بداية إعداد العرس اللي غايكون نهار الحب ولكن هاد عرس خسر ساهم فيه الفريقين معا ما يكونش درك على فرق واحدة وسام فيه حتى المكونات ديال الملعب مثلا نخلقوحنا من هاد ديربي كيما دلتيق بالأقل عرس معنا أنه وقبل ما يبدال الماش تكون أهازيج أغاني ومسابقات لمالا مثلا ذلك الوريقات ديكوتيكيلي كياخد واحد ندرو فيهم احنا مسابقة في الأخر الفائز غاياخد واحد بيدلارياضية أو غاياخد واحد جوجتادا كيل كذا 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 وتكون شعارات اللي هي أخلاقية وتكون كذلك بعد أهازيج اللي هي غادة في السياق ديال الرياضة وما يكون جاك الفرق هذا الجمهور الويداد الهرجي جمهور الهرجي يكون واحد واحد توافق واحد تمازج بين الجمهور ديال الفريقين وكذلك احتبين المسيرين داخل منسة يكون مسير رجاوي دا ويدا دي أو المكتب المسير دياله مع الفقر باش عالأقل نحسو بأنه هذي كراءة مقابلة رياضية كاتجرة في ساعة ونص طروا بوانكات الديانت ولا كي الديال آخر وكتقى دائما الرياضة ره هي أخلاق وسلوك قبل أن تكون ممارسة داخل المستطيل الأخطر